الطلاب اليمنيون في الخارج من رهان للمستقبل إلى قضية معانا هكذا أصبح حال هؤلاء الذين ضاقت بهم بلدان الابتعاث بعد أن أضحوا عاجزين عن دفع أعباء حياتهم وتكاليف الدراسة هنا مجموعة من الطلاب اليمنيين في المغرب الذين لجأوا إلى مبنى السفارة للاعتصام والإيواء بعد أن أصبحوا عاجزين عن دفع إيجار مساكنهم هذا الحال يشبه حال بقية اليمنيين في بلدان العالم الذين توقفت مستحقاتهم منذ أمد فالميليشيا التي سخرت كل موارد البلاد لصالح مجهودها الحربي امتنعت عن دفع نفقات الطلاب وهذا جزء من تعاملها الظلامي مع اليمنيين وقد أصبح معروفا لكن الأمر يصبح مخزيا ومزريا من تعامل السلطات الشرعية التي لم تقدم سوى الوعود والمماطلة والجزء اليسير من المستحقات المتأخرة في بعض الدول الابتعاث لتترك للبقية الأمل الطويل في الفرج والمعاناة المستدامة في الواقع طوال الأشهر الماضية تعالت أصوات الطلاب وبحة حناجرهم وتحولت أنشطتهم من الدراسة والتعليم إلى التظاهر والاعتصام ترافق ذلك مع حملات أطلقها ناشطون ومثقفون تطالب بضرورة دفع مستحقات الطلاب ومع ذلك لم تقم الحكومة الشرعية بالدور المطلوب منها على أكمل وجه إذ ما زال أنين المبتعثين يسمع من كل صوب